على كل حال خلينا نروح لمسيماني وبرضو فكرة هنا بقى وداعه ليه النادي الأهلي هو ودع النادي ودع الجماهير في بيان كان أعلن فيه أنه هو خلاص أن الأمر تم بالتراضي ده شيء أعتقد محترم جدا وأكد كمان احترامه ليه النادي وكابتر محمود الخطيب والإدارة ويه الجماهير اتكلم كمان يا كريم عن رحلته بقى مع الأهلي اللي بدأها بإنجازات اعتبرها محطة مهمة طبعا ليه في تاريخه هو قال كده حرفيا كان الأمر المشترك طوال رحلتنا هو تحدي الوضع الراهن ووضع الفريق ووصلنا إلى نهاية إفريقيا ثلاث مرات متتالية حققنا كل هذه الانتصارات في عشرين شهرا وأوضح كمان أن أشكر الكابتن الخطيب لوضع ثقته وإيمانه به وصبره وتعاونه وقيادته وتوضعه أيضا اللي جعله عملي يعني أفضل بكتير وسمح لي أنه هو يتم تلبية رغباتي لأكون مدرب لأكبر نادي في القر سأكون ممتنن بذلك إلى الأبد وهو أضاف شكرا لمجلس الإدارة واللعبين على ثقتكم في قدراتي وتحقيق قدراتي في الحياة وبدونكم لم يكن أيا من هذه الإنجازات ممكنة نوجه الشكرا أيضا طبعا ما أنساش الجماهير للنادي الأهلي جماهير النادي قال 70 مليون من مشجعي الأهلي اللي يعني وقفوا بجانبي طول هذه الرحلة وكانوا مصدر للإلهام ليا بالنسبة يعني كبيرة ولم يسبق أن هو شعر بهذا الحب والتقدير من أي مكان تاني يعني اشتغل فيه أو عمل فيه فكلام محترم جدا وكنا منتظرين أكيد كلام زي ده لأن تالي مسلمان يا كريم ما شفش حاجة وحشة من النادي الأهلي يعني بالعكس لا من الإدارة ولا من اللعيبة ولا من الجماهير الجماهير كانت لآخر اللحظة حتى لما كان وقت مستوى الفريق مش اللي احنا نعرفه يعني ما كانش ده مستوى اللعيبة والفريق اللي احنا نعرفه خصوصا بعد الرجوع من يعني رجوع المنتخب بعد رجوع المنتخب مع كيراش فما كانش لسه المستوى اللعيبة عندنا زي ما هو بس بحدش كان بيتكلم أو بينتقد الانتقاد اللازع كان ممكن بس حد يتلعي يقول طب ليه كذا وده برضو مشروع لكن ما فيش حد انتقد مسلماني لدرجة أنه هو يهدمه مثلا أو نقد هدام يؤثر عليه أو نفسيا أو غيره بالعكس كانت الجماهير بتسنده الآخر لحظة لغاية لما القرار استدر زي ما حضراتكم عارفين بالتراضي فشيء محترم وثاني هنرجع نقول جد لك إن شاء الله ليه وجد لك أكيد ليه نحنا كمان طبعا كل واحد لازم هيدور على طريق يواصل من خلاله النجاح الشخصي وبناء المجد زي ما هو يعني أكيد متوقع من أي مدير فني زي فيتسو موسماني قاعد تشتغل لفترة من الفترات مع نادي هو الأهم على الإطلاق في إقارة حسب تصريحه هو شخصيا لأنها فيتسو موسماني من الشخصيات حتى بعيدا بقى عن كونه مدير فني هو عنده كارزمة شديدة الخصوصية من أول ما جاء النادي الأهلي وتحسوا كده إن فيه محبة متبادلة وكأنه موجود من زمان مع النادي الأهلي فيتسو موسماني حقق في زمن قياسي كم من البطولات اللي تحقيقها ما كانش بالساهل بطبيعة الحال واللي لو قارنناه بأي نادي تاني ممكن على مستوى القارة كلها مش بس بتكلم على مستوى مصر حتلاقي إن صعب جدا إن النادي حقق هذا كم من البطولات والنجاحات فيه زمن يكاد يكون قياسي